فعد مسؤول أعلام دائرة شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتمزيق الملصقات والدعايات الانتخابية لعدد من المرشحين في المحافظة دعيا المرشحين المتضررين إلى تقديم الشكوى ضد هؤلاء المتهمين وقال العقيد سليمان في مؤتمر صحفي أن هؤلاء أقدموا على تمزيق عدد من الملصقات لمرشحي أطراف سياسية معينة لغاية في أنفسهم وبعد ورود بلاغ عن هذه الحالات شرعت شرطة دهوك بالتحقيق والتحري وألقت القبض عليهم من قبلها وقبل الأمن في المحافظة مع ضبط حجلة كانوا يستخدمونها في القيام بتلك المخالفات وأضاف أن شرطة محافظة دهوك اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم بعد ألقاء القبض عليهم مردفا بالقول أن أي مرشح متضرر من هؤلاء المتهمين له الحق في تشجيل شكوى ضدهم لا يدفن أن نسمع للغاية في التجيل كلما يستخدمين سلطة التي تشجيل شكوية